موديلية تصريح قنوات هرسيال التابعة لقسم السيانة الذي يشرف عليه نشاط النقل عبر القنوات بسوناتراك تم إنشاؤها في مايي 1990 بهدف ضمان تنفيذ التدخلات بعد وقوع حوادث على الأنابيب والمرافق الملحقة بها كما تشارك في تنفيذ برامج إعادة تأهيل تصليح وإعادة الإنشاء للمرافق وتقوم بعملية التوصيل على مر السنين نجحت المديرية في تطوير خدماتها نحو الأنشطة الأخرى في مجمع سوناتراك والجهات الخارجية مثلا سونالغاز ونفطال تقع مديري تصليح القنوات بالمنطقة الصناعية بيرزو وتمتلك أربع قواعد جهوية للتدخل في تيارت، في باريكا، ولاية باتنا، في حسيم سعود، ولاية ورقلا وأهانة ولاية إليسي مما يجعلها تغطي كامل التراب الوطني تقريبا في مجال التدخل العلاجي والوقائي على شبكة كاملة من قنوات نقل المحروقات لسوناتراك بطول 21.190 كيلومتر مديري تصليح القنوات توظف 351 عون 66 منهم في ميدان التدخل بمتوسط عمر لا يتجاوز 42 سنة تمتلك المديرية كل الوسائل البشرية واللوجستية المناسبة في مجال التفتيش والذي يعد شرطا أساسي لأي تدخل وقائي ناجح في إطار الحفاظ على السير الحسن للقنوات والتجهيزات الملحقة بها تستعمل شركة سوناتراك من خلال المتعاملين في مجال التفتيش الدكي آخر تكنولوجية الحديثة على غرار المراقبة بالوسائل الدكية المزودة بأدوات فحص جد متطورة مديري تصليح القنوات ومنذ إنشائها إلى يومنا هذا قامت بالعديد من الأعمال الأساسية في سلسة نشاطات النقل عبر القنوات تيرسي نذكر منها إعادة تشغيل بعض المواقع من خلال تدخلات دقيقة وسريعة استمرت ليلة ونهارا من طرف أفراد مسؤولين ودوي كفاءات عالية ضمان سلامة المواقع من خلال عملية التفريغ والتخميد وبلغة الأرقام يمكن تلخيص إنجازات الموديلية على النحو التالي استكمال أكثر من مئتين وعشرين إعادة تأهيل لخطوط القنوات مختلفة الأحجام عبر أكثر من ألف وثلتمية مقطع إنجاز أكثر من مئتين وخمسين تدخل رئيسي في قنوات النفط والغاز وإصلاح ما يقرب من ثلث آلاف خلال تآكل ووضع أكثر من أربع علاف شريط من المواد المركبة استكمال 18 عملية ربط بين هيكل نقل المحلوقات إنجاز أكثر من أربعمائة وخمسين عملية خاصة منها القطع البارد والتعزيز على مستوى القنوات لربط مواقع جديدة تبطين ما يقرب من 100 ألف متر مربع من الأنابيب موزع على ما يقرب 660 مقطع إصلاح الخطوط في مواقع التحميل في موانئ التصدير بأرزو بالطيوة وبجاية وذلك باستمال الأنابيب الفلادية والألياف الزجاجية توصيف وإعادة استعمال أكثر من 105 كم من الأنابيب بقطر 40 بوصة و42 بوصة حاليا شركة سونطراك وعن طريق مدير تصريح القنوات بأرزو تعتمد في الصيانة وإصلاح القنوات على كفاءات جزائرية 100% تمتلك كل مؤهلات التقنية ومكونة على أعلى مستوى في الجامعات الجزائرية ومعاهد التكوين الوطنية وصول مدير تصريح القنوات إلى هذه المرحلة رغم كل التحديات وحفاظها على الوفاء بالتزامها يأتي نتيجة تكوين إطاراتها في ورشات التصريح ومن خلال الدورة التكوينية الدورية في المعاهد الجزائرية المختصة الاعتماد على الكفاءات الجزائرية هو خيار استراتيجي لسونطراك حيث يضمن لها الاستقلالية التامة في مجال سيانة القنوات ويجنبها اللجوء إلى اليد العاملة الجنبية مما يسمح بترشيد النفقات بالعملة الصعبة اصطر اصطر اشتركوا في القناة